بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يوم الحد عندنا دايماً بنتكلم فيه على أمور صحيح ساعات بتبقى بتسبب بعض المشاكل في البيوت بس احنا لازم نتكلم عنها نتكلم عنها بدري ونتكلم عنها كمان لو كانت موجودة في بيوتنا عشان نقدر نخرج من التوافق إلى السعادة نرتقي من التوافق إلى الرضا إلى السعادة النهاردة نتكلم على حاجة بيسألوا عنها سواء كانوا قبل الجواز أو بعد الجواز بس احنا بنتكلم دايماً واحنا بنتكلم عن المجاوزين في حلقات يوم الحد عشان بعض الحاجات اللي بتبقى موجودة اللي هي قد تسبب مشاكل وزاي نتعامل معها بحكمة وكمان بمهارة النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة صحيح ما بتحصلش لكل الناس بتصبح مهمة لإنها موجودة وهتبقى موجودة في حياتنا بشكل كبير في الفترة اللي جاي ماذا لو كان فيه فارق سن ما بين الزوجين؟ فارق السن ما بين الزوجين لما بيكون كبير بيكون سبب لوجود بعض التحديات في الزواج بنقول بعض التحديات هاو وهل التخصص في الدراسات الاجتماعية واحنا عندنا في الإرشاد الزواجي خبرتنا بتقول لنا اني الفارق المناسب ما بين الزوجين من الأفضل ما يزيدش عن سبع سن بكتير وقوي يوصل لعشرة سنة عشان ما يكونش اللي اتنين من جليل مختلفين لكن لازم نفهم اني فارق السن ده معامل المعاملات اللي بتتدخل كتير في حياتنا الزوجية فاذا كانوا من جليل مختلفين بيبقى فيه تحدي في فهم بعضهم لكن لو كان السن اقل من ذلك بيبقوا اقرب لانهم يقدروا يتفهموا وتشاركوا كمان سوا بعض الحالات بعض الحالات ممكن تتجاوز بفارق سن كبير لان ده بيكون حسب الشخصيات لو فيه نطج ونوع من أنواع تحمل المسئولية والتوافق فكلين لما سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جابر فسألوا هلأ بكرا تزوجت ولما سألوا قالوا انه تزوج امرأ سيد ما كانتش صغيرة اوي فقالوا هلأ بكرا تزوجت قال يا رسول الله اندي اربعة من الفتائات اندو اخوات عايز يجبعهم ويرعيهم ويحضنهم وكمان يرعي مسئولياتهم وعشان كده قد يكون الغرض من الزواج برفع السن اتقيام ببعض المسئوليات فلذلك بعض الشخصيات ممكن يتجاوزوا من هم اكبر سنا حتى من السن اللي احنا قلناه وفي بعض الحالات بتكون دي بتكون هذه الشخصيات مش عندها تنافر وقدرة ان هي تعبر هذه المسألة الزمنية لكن لو ما كانتش ده الناس دولة الشخصيات دي مستعدة لده ممكن يبقى فيه تنافر وفيه فجوة زمنية فتبقى المتطلبات وطريقة التفكير ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير لكن لو الشخصية دي نطجة ممكن يتجاوزوا التفكير المختلف وكمان الفجوة التي تتعلق بفرق السن بس في اوقات كثيرة بيكون عندنا واضح ان عامل السن بيكون سبب رئيسي من اسباب المشكلات حد يجي يقول لي طيب عن اعمل ايه بقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان فرق السن بينه وبين السيدة عائشة كبير انا وعدتكم في حلقة من الحلقات عن اتكلم على ان زيجات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الدليل لكل واحد فينا لكل نوع من انواع الزواج لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شخص زوج فقط بل كان صاحب التشريع زي ما بيسميه الامام الشفعي حضرت النبي صاحب التشريع بابي وامي صلى الله عليه وسلم فكان بيبين لنا ان كل ده ممكن وازاي نقدر نعيش مع ده وازايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا النموذج الامثل لكيفية التعامل مع فارق السن لما عاش مع السيدة عائشة رضي الله عنها وعاش معها اهتمامتها فكان بيخليها تشاهد لعب الأحباش وكان صلى الله عليه وسلم كمان يتسابق معها بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فقدم لنا نموذج ازاي يمكن ان نتجاوز هذا الفارق السن ولان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اهتمامات السيدة عائشة وزي ما قلنا خلها تشاهد لعب الأحباش وتسابقه صلى الله عليه وسلم مرة واثنين واضح ان دي كانت عادة مكررة مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اول الجواز او في وسط الجواز او حتى في اواخر بقائه صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله يبقى الادارة ده هي دي الفارق وعشان كده فيه واجبات بتكون على الاصغر سنا مثلا لما يكون في حالة فارق السن فارق السن الكبير بيبقى فيه واجبات من اهم الواجبات تجاه الزوج الاكبر سنا هو ان يكون دايما هو محتاج ان هو يعيش في اهتمام في اهتمام الاصغر ويحتويه ولا يتأفف منه فالاصغر ممكن يكون عنده متطلبات مثلا ولكن هو في نفس الوقت لابد ان هو يشعر الاكبر سنا بالاحترام والتأدير وانه هو مهم جدا جدا في الحياة وكمان الاكبر سنا لازم كمان يراعي متطلبات الاصغر سنا اذا كان هو محتاج للمرح محتاج للبس محتاج لمشاهدة بعض الاشياء محتاج لنوع معين من الطعام محتاج لترفيه فإن اللي حاصل فيتفهم شريك الحياة الاكبر سنا مطالب واحتياجات الاصغر سنا ودوة يخليه مع التعاود يقدروا يفهموا مع بعض ويقدروا يتحاوروا مع بعض بشكل كبير لكن مش هينفع ابدا ان الاصغر سنا يتمحور حول ذاته والتمحور حول ذاته في الوقت ده بيبقى نوع من انواع افساد العلاقة بشكل كبير جدا لان اي حد هيتمحور حول ذاته مع وجود هذا التهديد الفجوة هتزداد وهيبقى شريك الحياة والزوج او الزوجة تشعر بالقلانية ومش بالضرورة يكون ان التمحور حول ذاته في شكل القلانية لكن كمان ممكن يكون ان شريكه شريك الحياة ياخد شريك حياته ويخليه يعيش في اسلوب حياته هو ونمط حياته هو واحنا بنحذر ده يعني حتى لما يكون بفرق سن كبير ما تخديش زوجك الاكبر منك سنا وحتى لو كان السن ده ما تخدوش تعايشي في حياتك انتي لان هو بعد شوية هيحس ان هو وكأنه انسان تافه وابتزل نفسه ولا انت تاخدها وتكبر عقلها وتخليها كبيرة العقل فتحس ان هي حسب ان حياتها في عشر سنين وقعت منها من غير ما هي تعمل اي حاجة يبقى احنا ليس معنا التمحور حول ذات فقط القلانية لكن التمحور حول ذات اننا اخذ شريك الحياة وحطه في نمط الحياة الانسب لي احنا لازم حياتنا مع بعض ده مولود جديد لازم نعمله مع بعض ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة اني اللي اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة المقصود ايه ان حضرت النبي يقول لها انا فهمك ففكرة ان احنا نفهم على بعض مسألة مهمة جدا جدا فكل واحد فينا لازم يكون فهم التاني وكل واحد فينا يعطي بعض الصفات المهمة فالاصغر سنة ان يعطي الفعالية وحب الحياة والاكبر سنة ان يحط كمان نوع كبير جدا جدا من الحكمة والهدوء وهنا هيبقى كل واحد فينا بيضيف للتاني وبيحسس التاني ان هو قيمة اضافية بالنسبة له وعشان كده من الاشياء السيئة اللي ممكن تحصل في الحالة دي هو تقسيم البيت ان كل واحد ياخد حد من الاولاد او ياخد ركن ويخلي حد في صفه ويميل لطريقته في التفكير فيبقى فيه فريق الحكماء فريق الكبار اللي هو مع مع الزوج اللي هو في الغالب بيبقى هو الاكبر سنة بيبقى الزوج الاكبر سنة ده وتعليه يبقى ياخد فريق الحكماء وياخد طريقه ومنهجته فمسلا لما الستة تتجاوز صغيرة وتخلي في الاولاد تروح واخدها هي كمان مجموعة من الاولاد وتخلي البنت تايما قريبة منها على اساس انها تلعب معها ويبقوا بنات مع بعض اصحاب ولطاف مع بعض واللي حاصل وحاسين ان الاب ده وتلك كبير في السن هو اللي جاي بيكبس على نفسه بس هو من ده بس صح وسعادة والد بيبقى عجبه نمط والده الهادي فالولد في فترة المراهقة والتمرد ممكن يحس انه محتاج الحكمة اللي شايفها في والده وهو محتاج النطج ومحتاج تنظيم تنظيم شخصيته وافكاره فدايما يبص لولدته ان هي انسانة تفهة ومش حكيمة لان هو دايما بيبص الى المربع والى الفريق اللي هو ينتمي اليه احنا لازم ننتهي من ده لازم نتوقف عن ده اذا حصل ان كان فيه فرق سن مبين الزوجين وبالنسبة للمسئولة الشريك الحياة الاصغر سنن مع الشريك الاكبر سنن زي ما قلنا لازم يحسسه دايما انه اه يبقى الحل ايه بقى؟ بلاش فكرة الفريقين يبقى الفكرة فكرة ايه؟ ان كل واحد يحس شريك حياته مع فارق السن ده بانه قيمة اضافية في البيت ايه؟ الاكبر سنن الاصغر سنن يحسسه بانه هو مهم في الحياة وما يقدرش يعيش من غيره ويبقى الاصغر سنن الاصغر سنن يحسسه بانه هو انسان من غيره البيت يحس يصبح جسة هامدة هو اللي بيخلي البيت مرح هو اللي بيخلي البيت فيه سعادة هو اللي بيخلي البيت فيه امل وهنا الزوج الاكبر سنن يقدم المشورة وكمان الاصغر سنن يقدم مسألة التجريب ومسألة الخبرات الجديدة كده البيت يبقى مليان بالفاعلية طب احد المشكلات مشكلات الاكبر سنن هي مشكلة الخوف على فكرة من التخلي وعشان كده احنا قلنا ان هو لازم يقدر ويحسس لازم يحسس الاكبر سنن قد ايه هو مهم في حياته لأنه هو مشكلته أنه هو المخاوف هو خايف أن الأزهر سنن يتخلى عنه يتخلى عنه ليه؟ لما يكبر إيه اللي حاصل؟ يروح لحد صغير في السن زيه يلف دماغها وتروح له وتميل إليه وتسيبه وتتخلى عنه وبيفكر في الأمر ده كأنه قضية حتمية كتير من الأزواج الأكبر سنن بيفكروا قضية حتمية وساعد بجيب لهم شك وساعد بجيب لهم شوية حاجات شوية مشاكل كده إن الزوجة لو شابة وفي فرق سن كبير بينها وبين زوجها فممكن أي شاب يجي ويدحك عليها لكن لما تكون بتقدره ولما تكون بتحترمه بتحسسه أنه هو فعلا بيدفلها قيمة الحكمة وقيمة الوعي في حياتها هو يحس بالأمان ولما بتكون الزوجة في موضع بس هو لازم كمان هو الكبير في السن يلاحظ حاجة مهمة جدا إن الزوجة لما تكون في موضع اتهام طول الوقت زوجها لما بيحسسها بكده هي ممكن إيه اللي حصل ممكن تحس أنه ما ينفعش كده هو بيعمل كده من ليه هي ممكن فعلا تميل لأي حد هيعمل لها إيه هيسبب لها شهور إن هي ممكن تميل لها أي حد هذا فقد الثقة اللي فيها ده ممكن يخليها تملي الحياة منه وتحس أن الحياة كائبة وتحس أن الحياة ثقيلة ولزيك ولابد أنه ينتنع عن هذا عنازة الإشعار بالاتهام طول الوقت فلما بشوف حالة زي دي في الإرشاد الزواجي عندنا بنقول للزوج أنت اخترت زوجتك دي عشان أخلاقها وعشان هي بنت ناس وبنت أسول فما انفعش تضطع عليها وتعملها كأنها بنت مجردة من الأخلاق ولا مجردة من القيم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة والسيدة عائشة وكان في فرق السن كبير عدد من العقود من الزمان ومع ذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له من أحب الناس إلي قال عائشة ولما جيك قال لا تكلموني عن عائشة فإنه لا ينزل علي الوحي إلا وأنا في حجرها يبقى احنا لازم نراعي ده يبقى ساعتها لازم نذكره أنه يتجاوز بنت ناس بنت أسول وما منفعش الشك فيها وبعض الأحيين ساعات بنقوله أنت ما تعرفش الشعور اللي أنت بتقدمه لها ده ممكن يوصلها إيه الخطر اللي ممكن يحصلها وإنت ممكن تقولها حاجات هي ما خطرتش على بالها لأنها بنت ناس زي ما يكون كده التعبير اللي أنا بحبوش أنت فتحتها أينيها ما ما فيش حاجات مجمضة أينين أنت فتحتها أينيها على حاجات يعني أنت خلتها تحس بحاجات وتشوف حاجات هي ما جانتش خطرتش على بالها بشكك ده وبتعاملك اللي غير الرشيد معها وفي بعض الأحيين لما الإنسان يكون محل شك دائم وضغط دائم بيوصل لمرحلة إحنا بنسميها يبتبقى كتير عند الرجال صحيح اسمها مرحلة الاستبياع طيب أنت مش شاكت فيها دول الوقت طيب خلاص ولذلك لأنا أكون عاولا للشيطان على أخينا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا الواحد ما يكونش عاولا للشيطان على أخيه فما يكونش عاولا للشيطان على زوجته لابد أن الزوج ما يفتحش على زوجته باب فتنة في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وهو بيوععيها أن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعقول هل ده نوع من أنواع تضيع تضيع من تعقول طبعا ومن تضيع الرجل من يعقول أنه يفضل يضغط يضغط عليه لغاية ما يقع في الشر ولا عزو بالله وممكن الضغط ده على فكرة في بعض الأحيان مش بشكل مباشر لكن بشكل تخلي عنها أو إهمال ويكون هو بيختبرها هي فعلا تثبت في حبه وتثبت في التمسك بيه ولا لا ليه طيب كده ليه بنعمل الطريقة دي بالعكس طريقة القرب والاحتواء هو ده اللي بيزيب الفارق بيزيب كل الفارق على فكرة القرب والاحتواء هو أفضل وسيلة ممكن تزيب الفارق ما بين الناس سواء بفارق اجتماعية أو بفارق زمانية أو عمرية كل ده بيزيب بالتقارب والاحتواء عندنا بقى أزمة في الحالة دي لما بيقدم بيتقدم السن أكتر وأكتر بيحتاج أن الزوج اللي ويرجع للبيت عشان يسترد دوره لما يتحلع المعاش بقى لما ييجي في البيت عايز يسترد دوره وعلى فكرة وممكن يكون ناس كتير هوا قاعدين بيسمعوني دلوقتي بيت أزمة كبيرة جدا جدا الناس لما بتيجي تقعد في البيت وتحاول تسترد دورها بعد ما كان دورها بتقوم بيه الست بتقوم بدور الرجل بتقوم بدور الأم والأب مع بعض فما يلاقيش مكان لي فيتصور أن هي أفسادت علاقته بالأولاده وأن هي ضيعت حياته لكنها ما حصلش هي طول النهار والليل بتحاول تكون قريبة من أولادها عشان محدش فيهم يضيع فهي كل اللي عملته أن هي قامت بالدورين يبقى هو اللي هيحصل أنت هتسترد دورك شيئا فشيئا ولكن بحكمة وبهدوء عشان البيوت أصلا ما بتعرفش الفراغ فلازم فيه يبقى فيه حد مسؤول يشوف الفراغ ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن هي تكون والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياتها يبقى وإضافة دور لحد من الزوجين بيخسم من صورة زوجه في عينه وفي عين أولاده مش بالضرورة يحصل ده ده ممكن يكون أصلا أن هي احتفظت له بصورته عند أولاده لما هي أمل بدا فالمفروض أن هي تكافأ مش المفروض أن هي تصارع على الدور ويبقى فيه اتفاق بينهم عشان يرجع لدوره بشكل تلقائه وبشكل عادي يبقى لازم هنا نتكلم عن المرحلة الوسيطة اللي فيها الأدوار بترجع تتوزع مرة تانية بشكل محترم وبشكل دقيق عشان كل طرف ما يحسش أن الطرف التاني أهدره ولا ضيع مجهوده الزوج لازم يقوم بالتقدير والامتنال للزوجة بأنها قامت بالدورين وهي واحدة واحدة تخليه يشارك ويستعيد أدواره مرة تانية في البيت فمحتاجين نقول للأزواج شيء مهم جدا لما الزوجة تقول أنا عاوزة أتجوز واحد يتقل لا فيها فهي بتقول عايزة حد تكون عشرته معايا عشرة حسن وعشان كده الحب ما ميكونش بالكلام بس ده لازم يكون بالمواقف والجدعانة والتعبير الصادق بالتعبير الصادق عن الحب بالمواقف والجدعانة وعشان كده الزوج في ساعتها لازم يبقى حس بأن زوجته هي مش هتقدر تستحمل إنه ما يعبر لاش عن حبه بأنه يمتنلها لما يكونوا عايشين وحصل خلل في الأدوار وإحنا عايشين مع بعض والتعبير عن الحب بالمواقف شيء من أهم الأشياء عند الستات حتى لو كان على فكرة التعبير عن الحب ده بالمواقف والجدعانة بأن انت تقف وتهش الفر اللي جاي يهجم عليها حتى ده شكل من أشكال الجدعانة ودايما الراجب يقول أنا باشتغل عشان أجيب فلوس وأحافظ على بيتي فلما البيتي تهدد لازم يبقى فيه هناك أولوية لأننا أجمع لهم المال لأ لأنت كمان محتاج أن أنت تكون البطل بتاع البيت ده ومع فريق السن لازم تكون البطل على ما يملأ قلب هذه المرأة يبقى احنا عارفنا لكن مع احنا عنقول برضو بعض بعض الإجراءات ممكن تساعد جدا جدا لحل هذه الحالة اللي احنا عندنا دي لازم التوقف عن انتقاد الزوجة لما بيكون الزوج أكبر سنة في الغالب يمارس الانتقاد من غير ما يدرى طب وانتقاده للزوجة إيه اللي حاصل ده نوع من أنواع الضغط بل نوع من أنواع الجلد أنها تحس أنها بتحاول تبزي كل مجهودها وهو للأسف يحاول ينتقدها طول الوقت ولزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول سيدنا أنس ان عن حياة حضرة النبي خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي شيء فعلت وليما فعلت ولا لي شيء تركت وليما تركت هقول لكم الأبدع من كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في بعد يمكن على قرب سارات قبل سارات الدور بشوي يدخل حضرة النبي على أن تكون من طعام لا ما عندناش طعام إذن إني صائم لم حد انتقت حد ما حصلش تبقى هل إحنا بنقول إن هو الزوج ما يوجهش لا الزوج يرحم والزوج كمان الزوجة بتبقى عارفة لما هو يسأل عن الطعام وما وجدش طعام هو ممكن يكون تغاضى فالزوجة بتفهم لكن الانتقاد الدائم 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 ده حضرت النبي في شيء ينتقد فيه ما انتقدش صلى الله عليه وسلم يبقى لازم الزوج في الحالة دي يتوقف عن الانتقاد الزوجة الحاجة التانية المهمة كمان التوقف عن الشكوى لازم يحصل توقف عن الشكوى واللوم للزوج توقف الزوجة عن الشكوى واللوم من الزوج لأن في بعض الأحيين هي عايزة تقول له فهمني لأن فيه فجوة فيه فجوة في الفهم فيتحول محاولة الفهم دي إلى إيه إلى نوع من أنواع الشكوى واللوم لا بلاش ده طب نعمل إيه بدل ده نتكلم نفكر شيرك حياتنا دايما إن احنا محتاجين نحوار هل إحنا ممكن مع فرق سن ده نتحاور طبعا ده أفضل دواء عندنا لازم نفكر مع بعض ويبقى شيرك الحياة بيفكروا مع بعض وبيعودوا مدة أطول مع بعض عشان يقدروا يطبعوا على بعض ويفهموا مع بعض ويفكر شيرك الحياة في ثلاث حاجات بشكل واضح في أحسن ثلاث حاجات في شيرك حياته ويطلع الحاجات دي ويحاول يستثمارها وكمان احنا بريد ما محتاجين إن الحوار ده يكون بشكل مستمر عن المستعبال والسعادة محدش أبدا يتوقف عن ده هل ممكن لو تكلمنا مع بعض عن المستعبال والسعادة آه هيتجدد الدم في الزوج الأكبر وكمان الزوجة الأصغر هتحاول إن هي لها دور في حياتهم مع بعض ساعتها عنجد التقارب يحصل بينهم لازم كمان نعمل أعمال مشتركة مع بعض ولازم الزوجة بشكل واضح وده شيء مهم جدا لازم الزوجة تحضر الزوج في البيت يعني إيه تحضر الزوج في البيت هو مش عفريت عشان تحضره لكن تحضر الزوج في البيت يعني إيه كل الأشياء اللي موجودة في البيت تاخد رأيه فيها وتخليه على ذكر بيها وتعرفه إيه اللي حصل وتعرفه إيه اللي احنا محتاجين وتعرفه مين جينا ومتعرفه ويفضل هو موجود معاه من غير ما تحسسه إن هي بتضغط عليه لكن بتحسسه إن هو حضر معانا يا سلام لما الأولاد يجوا يستأذنوا منها في حاجة تقول لهم لازم نستأذن من بابا وتروح هي معهم وتكون وقفة وهم بيستأذنوا منه حياة دي كلها يكون لها أثر كبير جدا 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 وخاصة لو كان الزوج أكبر سنة كمان ادخال الأولاد في حل الأزمات لو كان ممكن وسنهم مناسب وخاصة بعد سن الخمستاشر والستاشر والتمنطق يعني واحنا طلعين من بعد سن في أواخر سن المراهقة بيبقوا أمو جاهزين إن هم يدلوا برأيهم بشكل صحيح ما تخافوش الأولاد بيبقوا فاهمين كل حاجة وممكن ناخد رأيهم وممكن هم يمثلوا أدوات ضغط مناسبة جدا جدا يبقوا جماعة ضغط في البيت يمثلوا ضغط علينا عشان في كتاب الأحيين بيبقى عندنا أخطاء محتاجين إن إحنا نستحي منها لما أولادنا يعرفوا إن ما ينسبش إن إحنا نظهر بالمظهر ده قدام أولادنا إن إحنا بنتمنى لهم مستقبل خالي من الخلافات وخالي من الصراع وساعتها هيكون أولادنا بيقوموا بدور مهم جدا جدا وعلى فكرة الأولاد لما يقوموا بالدور ده إحنا محتاجين نمتنّلهم محتاجين نقول لأولادنا إحنا شكريين لكم إن أنتم نبهتونا إن في حاجات كتيرة كنا ممكن نعملها صح وإنتوا أحد الأدوات المهمة اللي خاليتنا نتغير ونعمل الحاجة الصحة في حياتنا أولادكم هيحسوا بإن أنتم مقدرينهم ويحسوا بدورهم في حياتكم يا رب يجعلنا دايما نقدر نتجاوز الفجوات ونقدر نتجاوز الاستثناءات في حياتنا صحيح فريق السن ممكن يكون كبير بس اللي بيننا كبير واللي بيننا كمان محل نظر العليم القدير تعالوا نأخذ من مدد الله سبحانه وتعالى ونكونش فيه أي مشكلة ممكن تكون حاجز بيننا وبين السعادة لأن ربنا كريم وربنا ملأ البيوت بالموادة والرحمة والسكينة يا رب جعلنا دائما باب من أبواب الرحمة والموادة على أحبابنا في بيوتنا يا رب العالمين واجعل بيوتنا قبلا للسعادة آمين آمين يا رب العالمين